الخبراء التحكيم ممكن تقول ايه ان انا بفكر ان اكون رئيس لجنة الحكام بالضبط فان انا اطفش رئيس لجنة الحكام الاجنبي لكن الحياة كابت النصر عباس يعني بيتحدث عن مسؤولية فعلا حكم سابق يهمه وقلبه واجهه على التحكيم المصر ده ايه والله يا اسامة يعني مش هنا عشان مش في قناة الالي او كابت النصر بيكون موجود فعلا الرسالة دي يا جماعة تديكوا حاجة قيموا الامور دلوقتي كابت النصر عباس ليس له اي مصلحة مع بيريرا وسهل جدا حتى مش من الاسماء اللي تم ترشحة انه ممكن يكون مساعدة معي بيخصر شديد وفي ظل الهوجة بتاعت كده انا عايزكوا بس هاتوا كده الحكام القدامة وحاولوا تدوروا على اكاونتاتهم على فيسبوك وشوفوا ايه اللي بيحصل هتلاقوا مع الاحترام لكل الاسماء دي ناس يعني كابتن سمير عثمان انت الافضل وانت الاجدر والاجنب ازاي وده اللي ييجي كابتن ياسر عبد الراوف بيعمله مع نفس الموضوع كابتن جمال الغنبور انا بقول لكم هاتوا كده اكاونتات كتير جدا من الحكام الصابقين بل بعض الحكام الموجودين وشوفوا السكة رايحة ازاي كابتن ناصر عباس بيقول كلمتين احنا هنا هناخدهم عشان نرجع نفكركم يا جماعة مستحيل اتنين خبراء تحكيم اجانب يكون عندهم مع اسماء في اللجنة مشاكل وكل مرة الاسماء في اللجنة اللي تستمر ده يفهمكم مين اللي كان بيخلي خبراء التحكيم دول يفشلوا ويكون عندهم مشاكل واحنا هنا انتقضنا بريرة ولكن لا لما الراجل ييجي عسامة عايز يغير وييجي يغير نفس الاسماء اللي كانت سبب مع كلاة مبرجي في مشاكل وموجودة دلوقت وهم اللي اتنين يرحلوا والاسماء دي تكمل لا انا انا مشتريش الكصة بالشكل ده مشتريش البعادي ما فيش ارادة عند اتحاد قرة القدم المصري اي ارادة لتطوير التحكيم المصري عايزين مدرسة الاحتواء اللي كان بيتقال عليها زمان العبور بالمباراة لبر الامان عايزين مدرسة ان ييجي الحكم المصري اللي الحكم ده تعبان في مطش فتب وديه المطش ده طب الحكم ده اللي بيحبه نتقشره والمسترحات الفترة الاخيرة اللي احنا سمعناها جالنا خبير تحكيمي وبالمناسبة انت قدناه وده طبيعي جدا انت طالما انت مسؤول فانت معرض للانتقاد ولكن في النهاية احنا مش بننتقد عشان يرحل احنا بننتقد لوقت لما فهمنا لما الرجل تلا يتكلم بمنطقة الوضوح وقال يا جماعة مش هنا اللي بدير اللجنة ده مش هنا اللي بعين الحكام مش هنا اللي حاطت 200 حكم في الدوري المصري ده انا ناوي اعمل كذا وكذا وكذا وناوي انا اللي يكون المسؤول على التحكيم و30 حكم والله يخطأ منهم هينزل القسم الثاني مش هحكم دوري ما عايز يكمل فانت بتتكلم في ايه فطبيعي ان هو الرجل يكون فيه معركة دائرة عليه وبالتالي الرجل بيتم تطفيشه زي ما تم تطفيش كلاة مبير وابحث دائما وابدا عن المستفيد احنا يا جماعة لما بنتطلع نتكلم هنا ونقول عندنا مشاكل مع التحكيم المصري بنتطلع نتكلم مش الدعاء مظلومية ده أنا البطل المسابقة والنادي بيبعد خطاب رسمي من اجل تطور التحكيم المصري انا مش بتدعي مظلومية ده أنا وانا بطل المسابقة بقولك طور التحكيم المصري لما يطلع خبير التحكيم يقولك انا اصلا لسه ما تولتش رئاسة لجنة الحكام ويطلع عضو في ربطة الاندية يقولك هيمشي ان شاء الله هيمشي ان شاء الله ده يعني انت عارف انا هخوض معركة ما يمشي عشان ايه عشان بعد كده تطلع لي المدخلات والمكالمات ده نادي عايز ياخد بطولة جبنا له حكم مصري ده جبنا له حكم زي الفل زي الفل والكلام اللي احنا بنسمعه فيه التحكيم المصري من ادارة كرة القدم المصري وبنزعل لما حد يقول للناس دي اركنوا على جنب احنا بجد بنقول لكم اركنوا على جنب احنا بجد بنقول لكم اركنوا على جنب يا جماعة اللي مش فاضي لإدارة التحكيم المصري يقدم استقالكم انا ما عرفش انا الواحد اللي بتلت ارواح واربع ارواح احنا هنا مش بيدرنا مجموعة من القطط احنا بيدرنا مجموعة من الناس المسؤولة عن الرياضة المصرية لو انت مش قادر تحافظ على ماء وجه الرياضة المصرية ويهمك ماء واجهك حضرتك فقط لغير قدم استقالتك الامر سهل وبسيط لكن نفضل هنا وهنا 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 وبالتالي مش فاضين ندير اصلا شغلنا طب ليه لانت مقبر علينا ولا احنا مقبرين عليك الموضوع كلنا عايزين خدمة الرياضة المصرية لان الحقيقة احنا باقل اقل قدرات ممكن نطلع دوري منتظم دوري مختلف دوري يتشاف لكن اللي بيحصل هنا هو النادي الاهلي فقط لغير ومحمد صلاح برد بس باختصار شديد كل مرة بنقول النادي الاهلي ومحمد صلاح لكن ما دون ذلك يا جماعة اللي مش قادر على تحمل المسئولية يتفضل يقدم استقالتك طب اللي مش فاضي لتحمل المسئولية يتفضل يقدم استقالتك باختصار شديد عسامة اتحاد الكرة خلق مراكز قوة داخل التحكم المصري خلينا اي حد يا جماعة بيكلم اي مسئول برا الهواء في ملف التحكم بيقوله كده اسماء بقى زي ابو العلا زي محمد فاروق زي توفيق السيد اتحاد الكرة خلق مراكز قوة والناس دي حسست اتحاد الكرة ان من الاخر كده الشغلانة معنا هتجيب هتعمل هنوقع لك اللي احنا مش حايزينه عشان كده القرار محتاج ناس جريئة ما زي ما وسأ بيكلمكم وانا بقول بالاسم كابتن حزم امام كابتن محمد بركات دكتور ايهاب الكومي اذا مع الناس دي بتدير اتحاد الكرة في الفواصل في فواصل البرامج في فواصل التحليل يا جماعة ارجوكم لو انت متطوع وبتيجي تقول السنة متطوع والبعض خلي بالكو بيقول كده في الاعادات وفي الجلسات بقول انا باخد من اتحاد الكرة لا حضرتك لو انت فعلا ما بتاخدش من اتحاد الكرة ومتطوع ارحل واسيب بقى اللي موجود اللي مش متطوع اللي يبقى عنده الاختصاصي ودي انما ان اتنين اجانب يرقصوا لجنة التحكيم يمشوا في موسم والموسم التالت او الموسم التاني عايز تجيب تاني حد مصري فمستحيل يكون السبب فيهم وانا بقول بالاسماء اهو مراكز قوة داخل اتحاد الكرة المصري في ملف التحكيم اسماء بتحسس الناس ان القصة كلها معانا عايز حد يا اسامة قادر ويقول ما فيش الكلام ده انت مش موجود وطلع ناس صغيرة او ناس بره ما فيش مشكلة وانا عايز اقول لك حاجة افتكر كابتن سامير عثمان كان بيقولي ما عندوش مشكلة لو جاخ اي خبير اجنبي اتعجب معانا رغم ان الراجل من الناس اللي بنحترمها والناس اللي هي عندها رؤية تحكمية كابتن ياسر عبد الرؤوس عندي معلومات ان تواصله معاه انه يكون بديل بريرة والراجل عنده يعني اشتراطات اصعب من بريرة كمان لان الكابتن سامير عثمان وهو مش موجود معانا في قناة الناد الاعلي وزي ما اتكلمنا عن الكابتن ناصر عباس بنتكلم برضو عن كابتن سامير عثمان لان رسالته كانت ايه للتحكم المصري حب نفسك قبل ايه انتماء فاكيد كابتن سامير عثمان لو جاه يحب نفسه واكيد النصيحة اللي بيقولها للحكم هيطبق على نفسه لكن هم مش عاوزين حد يحب نفسه هم عايزين حد يجي يخدم على شكل الدوري يصنع منافسة وهمية مع النادي الاعلي يبدأ يحتوي نادي يبدأ يساعد نادي يبدأ يقدم بطولة النادي اصلي ما خدش بطولة السنادي دا اللي دايرا به الاتحاد المصري اللي كرة القدم وبالتالي انا بقول الموضوع ارادة وهم ما عندهمش الارادة ولا عندهم رغبة ولا عندهم اصلا وقت يديروا منظومة كرة القدم المصرية لا الفواصل حتى طويلة والله يعني انت part- لو اعتمدوا على الفواصل الفواصل لالوقتي بقت طويلة يقدروا يديرهم لكن دا يقل من الفواصل والله انت تخيل يعني عندك عضو نادي وتحليل مصري وتحليل دور سعودي دا دا دي الأصعب يا فارس يعني بغض النظر كابتن حازم إمام يعني أحد رموز نادي الزمالك والله التوفيق بس يسيب حد يدير يا أسان أيوة بس برضه في نقطة فارس لما تكون أحد رموز نادي الزمالك ويكون لسه الأمر سخن جدا التقليل من شأن الدرب المصري وانت يعني عضوة تحاية كرة القدم المصري فأعتقد الطمم تبقى كبرى الحقيقة يعني فعشان كده أنا بقول خلاص انت راجل محلل وشايف نفسك محلل وشايف ان العمل ده تطوعي من أجل كرة القدم المصرية يعني ارحل قد مستقلتك باختصار شديد جدا وانت في النهاية أكيد أكيد يهمك مصلحة كرة القدم المصرية أو تفرق شوية لكرة القدم المصرية ومشاكلها كابتن حازم يعني